أخونا الأخ أحمد يسأل سؤالة مهماً جمع النيات شيخنا الكريم في العمل الواحد في الصلاة في الطاعة في الصلاة كيف يجمع الواحد منا أكثر من نية في عمل الواحد الحمد لله و صلاة و السلام على رسول الله عليه الصلاة و السلام مسألة التشريك في النية والجمع في النية الأصل أن لكل عمل نية أن لكل عمل نية واحد ده الأصل كده يعني أنت ستصلي زي مكان بيسأل عن سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة القبلي فالاصل أن لكل عمل الني لكن هناك أعمال يجوز أن تشارك أو تجمع فيها الني كمثل الذي ينوي أن يصلي تحية المسجد مع سنة الوضوء مع السنة القبلية الراتبة لو جمع كل هذه النيات جاز كمثل من يغتسل من غسل الجنابة مع غسل الجمعة لو جمع النيتين جاز لكن هناك أعمال لا يجوز فيها جمع النيات كمثل أن يجمع ما بين مثلا عليه من صيام مثلا صيام الستة المرأة صيام الستة من شوال مع القضاء رمضان فتجمع بنيتين فالراجح من قول أهل العلم أن هنا لا يجوز الجمع بين النيتين لأنه لكل عمل هنا نية مستقل فينظر إلى كل عمل على يعني هل هذا يجوز هل هذا العمل مقصود أصلا أم ليس بمقصود أصلا وإنما تبعا لو كان مقصود تبعا فيجوز فيه جمع النية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر